في عام تتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب يأتي معرضها الدولي في دورته الثامنة والثلاثين كواحد من أهم الأحداث التي تلفت الانتباه للإمارة الباسمة ومشروعها الثقافي الكبير للعالم بأسره وليكون بوابة للانفتاح على العالم بكل ثقافاته ولغاته المتعددة هذا الحدث يعتبر من أهم الفعاليات الثقافية على مستوى العالم وهذا العام يتزامن مع اختيار الشارقة من قبل منظمة اليونسكو عاصمة عالمية للكتاب هذا المعرض مهم للمكسيك التي تشارك هنا كضيف شرف ويعتبر المعرض حدثا دوليا يشهد مشاركة مئات من الكتاب والروائيين إضافة لاستضافته لأكثر من ألفي دار نشر يقدمون ما يقارب ألف فعالية ثقافية وأدبية متنوعة ويعرض أكثر من مليون وستمائة ألف عنوان وأكثر من ست عشر مليون كتاب موزعة على أرفف المعرض تحرص إمارة الشارقة طبعا بالتميز في هذا المعرض العالمي للكتاب ونحن في هيئة المحمية الطبيعية عدنا عدة إصدارات من أهمها عن طريق المسوحات اللي قمنا فيها خلال السنوات الماضية وعادة تأهيل المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة فارتعينا أن نصدر بعض الكتيبات المهمة في الجانب النظري للناس المختصين في هذه المعلومات مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض مع بقية القطاعات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام جميل بالنسبة للشارقة كعاصمة عالمية للكتاب يسر الملحقية الثقافية ومنسوبي الجهات الموجودين في معرض المملكة التشرف بالمشاركة وتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الكبير العديد من الفعاليات المتنوعة ينظمها المعرض في هذا العام كاحتضان معرض للقصص المصورة والتي تهدف إلى جذب محبي هذا النوع من الأعمال إضافة إلى عمال مسرح الطفل وورش فنية تدريبية متنوعة وعناوين عدة تستهدف بناء الإنسان وتكوين وجدان الناشئة عبدالله الزعب قناة الغد الشارقة